مرحبا بكم مشاهدين الكرام في حلقة جديدة من برنامج اتجاهات الحكومة قدمت مشروع الميزانية المعدلة للسنة المالية 2014-2015 الذي يتضمن عجز أقل قدمته إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بعدما رفض مقترحا سابقا نظرا لأن حجم الانفاق فيه كان أعلى من اللازم المشروع الجديد للميزانية يتضمن عجزا قدره 240 مليار جنيه مصري انخفاضا عن عجز أو من عجز بلغ في السابق 292 مليار جنيه من المقترح المبدئي أي خفض ما يقرب من 50 مليار جنيه بعدما قامت الحكومة بإجراء تعديلات جديدة على الموازنة من خلال وقف أي انفاق غير فعال بالموازنة هنا تدور التساؤلات حول طبيعة الخفض الذي قام به الحكومة ومن أي مخصصات وهنا أشار أيضا وزير التخطيط إلى أنه لن يكون من مخصصات وزارات بعينها بل تخفيض نفقات مهضرة من أبواب الدعم أو الأجور والاستثمارات العامة بجانب إجراء عدب من التعديلات على قانون ضرائب الدخل بهدف تحقيق أكبر قدر من الحصيلة حول هذا الموضوع وشارفنا في برنامج اتجاهات الدكتور جامعي الألقاليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز المستقبل للدراسات السياسية والاقتصادية ألم بيك دكتور أرسان شئتك ألم بيك دكتور يعني عايزين بلغة يعني مبسطة يعني كل يمكن عنده ألق عنده شوية من بعد الحديث عن يعني إن كان الأمر يراه كثيرون فهو شفافية من جانب الحكومة إن إحنا داخلين في عامين يمكن يبقى فيه مشكلة متأثر في الكهرباء إن إحنا مش محتاجين مش عايزين نوصل لمرحلة إن إحنا نستدين بشكل أكثر من اللازم فلازم نتكتف كلنا مع بعض ولكن البعض يرى أن وجود هذا الأمر في صورة ضرائب كلمة ضرائب نفسها يمكن بتخذ المواطن المصري يعني لو حريك توضح لها بشكل أكثر تفصيلاً لب هذه الاقتراحات وأيضاً رأي حضارك في فكرة مشروع الموازنة الجديدة أو المعدلة مبدئياً نحن نعتمد اعتماد كله على الفاتر القادمة على أن يكون فيه نوع من الشفافية والمصرحة وبالتالي إحنا قضينا حوالي ثلاث سنوات الثلاث سنوات عمال التدخم يزيد وخاصة الدين الداخلي وكان أول تصريح لرئيس الدولة فيما يخص الجانب الاقتصادي كان صريح والصراحة بتاعته بتقول أنه هو تولى أن يكون في هذه الفترة الحارجة وتولى أنه هو يتعامل مع الجمهور أو يتعامل مع الشعب المصري بنوع من الشفافية للجزء الوطني من غير ما أن تكون هناك استمرارية للمصالح ولا الاستمرارية التي تواجده على الساحة هو يعلم جيدا أن الموقف الاقتصادي وكل مواطن مصري يعلم جيدا يعني ما بقولكش ده يعرفه بس الخبر ولا يعرفه رئيس الدولة بس لها لا لا خالص أنا بتقول لي لو أنت روحت سألت أي حد في الشارع ما هو موقف مصري الاقتصادي الآن هيقول لك سيء هو اللي هيقول طيب هو كلمة سيء ديت هتفضل سيء بس بدرجة ولا ممكن تكون أسوأ فأسوأ وبالتالي كان هناك نوع من ولية لابد من بداية المعالجة بداية المعالجة كانت لابد أن يكون فيها خطوات استباقية تتماشى مع أول حاجة أوقف قيمة القروض المكبلة على الحكومات المتولية والمستقبلية اللي هو هيتورصها إلى أجيال القادمة وبالتالي كان لازم يكون فيه نوع من إعادة التركيز على الخطوط العريضة المؤسرة في هذا العجز هل تقصد فهمت القروض بوجعاً ولا الفوائد الترتب على هذه القروض أنا بكلمك على الفوائد اللي احنا بيبقى فيه منح المشكلة مش في القود بس المشكلة للقود مستمرة والمشكلة اللي كمان عليها فوائد كتيرة لكن خلينا أقول لك المنح اللي احنا بيتكلم عليها ممكن تكون قد إيه من الموازنة العامة بنتكلم عن نسبة قليلة جداً ممكن مش على أكثر من 5-6-7-8% ده لو زادت في أعلى متوسطات سنوية ولكن لو احنا اتكلم على أن جزء المصارحة مطلوب طيب أنا صرحت الناس كلها وكانت في بداية الموازنة العامة لـ 2014 أن كانت هناك أرقام تعدد 810 مليار جنيه مصري حجم الموازنة العامة المصرية بزيادة قد تزيد على أكثر من 18% لـ 21% طيب هل النسبة دي هتفضل مع متطلبات شعب الزيادة ولا فيها نوع من الإرادات الإرادة اللي طالع أو اللي انت بيجيبه ممكن يكون بيزيد فانت بتدي فترة سماحية للبلد عشان تنتعش للإنتاج عشان يزيد لزيادة لزيادة الإنتاج من المصانع لضخ استثمارات لجلبه مستثمرين من الخارج هتحتاج فترة زمنية طيب هل الفترة الزمنية هنستنى هنستنىها كتير ولا مضطرين احنا نشتغل فيها احنا مضطرين مع الفترة الثلاث سنوات اللي فاتت دي كلها وعودة الملف الأمني بالدرجة الأولى اللي محتاج فترة زمنية برضو موازية لها الملف الأمني متوازي مع الثقة من المستثمرين الداخليين والخارجيين في انها لازم تتماشى مع ملف الأمني وبالتالي محتاج وقت طيب لو انت بسيت بقى حجم الفارق بين الإرادة والموازنة العامة اللي كانت موجودة في الدولة وصلت لحوالي 290 او 300 مليار طيب حل انا هتقبل الموضوع ده وفي زيادة كل سنة عمالة تزيد عن السنة اللي بعدها كان لابد ان تكون هناك خطوات محددة يتفهمها الجمهور طيب يتفهمها الشعب بأي من ولية بقى ده اللي احنا عايزين نقوله احنا اخدنا على النساء في متطلباتنا زايد مع حجم امكانياتنا محدود وماشي بخطة بطيئة وبالتالي حجم المتطلبات عمالة يزيد واللي انت عملته طلبه يعني اللي تطلبه كتير قوي وامكانياتي محدودة جدا فكل مرة الفارق يزيد فما قدرش اوصل بالدولة لو عايز اقول ده هو ده الملخص في السقافة اللي احنا بكلم عليه لابد من هذه الخطوات او الزهاب الى ما لا يحمد عقباء زي ايه بعد؟ زي ما حصل في اليونان افلاز دولة بحالها زي ما حصل ومهدد في الفترة الخادمة بدول بعينها البرتغال واسبانيا وإيطاليا بكلمك على دول بعينها في حاصل عندها حجم المتطلبات عمال يزيد مع خلي بالك امكانيات الانتاج بتاعها لكن مش متماشي مع مستوى دخل الفرد ومستوى انتاجية الفرد وبالتالي مستوى انتاجية الفرد في دول بعينها بعض الدول الاوروبية والدول العربية بيزيد على الاقل عن متطلباته بفائد من 9% ل10% هل الكلام ده موجود عندنا؟ الكلام ده مش موجود خالص طيب كل اللي احنا عمالين نعمله في الفترة السابقة ان احنا نحاول نقلل هذا الفارق والعجز بأي نوع من الخطوات طيب دكت لو سمحت لي في الحكومة دايما بتنظر لمفهوم العدالة الاجتماعية خاصة بعد الثورات وبعد التغيرات السياسية اللي حدثت في مصر بمفهوم اوسع او اشمل يعني يمكن بيتعدل فكرة بتاعة الحد الادنى الاجور الحد الاقصى الاجور اعتقد انها تبقى اكبر من كده وعلى حسب الاولويات بالطبع توزيع جغرافية حجم انفاق وما الى ذلك ولكن توصيل يعني هذه المفاهيم الى المواطن المصري البسيط يمكن المفاهيم دي كبيرة على البسيط احنا نقول لك المواطن لا بيفهم وقادر 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 ده اكيد المواطن المصري بيفهم تستثيروا داخليا ازاي اوصل للمواطن المصري ان البرامج اللي انا برامج التنمية الاقتصادية او التحول او التغير الاقتصادي اللي بعملها دي برامج هدفها مساعدة مصر هدفها مساعدتك مايبقاش الفكر كله طب ما انت زي اللي فات يعني فيه ناس احيانا بتفهمها غلط بتقصها غلط هدك بقى تبسط لنا ده ازاي للمواطن المصري ابسطه ان الفترات اللي فاتت دي كلها كل الحكومات السابقة كانت بتتبارى في انها تستمر لانها تمثل اتجاه سياسي معين او حزبه معين عايز يتولى على السلطة ورئيسه هو اللي يدير هذه الدولة لفترات قادمة وبالتالي كان الجزء الاكبر ان انت تدي الشعب اللي هو عايزه ويديله ووفرهله باي طريقة وعايشني النهاردة وبكرة مش عارفين هيحصله اللي ييجي بقى بكرة هو اللي يتصور احنا جينا بقى بكرة وبكرة بتاعنا ده في اللي احنا فيه انت عارف السورات اللي هي بتاعت السورات الربيع اللي احنا شفنا وقعدنا نعصر فيها وحضرتك ادرى بيها فحوالينا من الدول بعينها غنية يعني دولة زي ليبيا دولة غنية مش هنقول بقى احنا بنكلم على دولة غنية بالنفط معادلات الدخول بتاعتها عشر اضعاف متوسط دخل الفرد تروح للعراق نفس القصة تروح لسوريا احنا بنكلم على حاجات المواطن دلوقتي انت ليه بقولك ليه المواطن لابد انه يبص حواليه احنا مش قادرين نبص حوالينا وما عندنا الصبر هم دي المشكلتين الكبار المشكلتين دولة لازم يكون فيهم نوع بقى من التحدي في حدي دلوقت جيه عشان يقول احنا فعلا مش هنقدر نستمر بكده ومش هنقدر نمشي بلدنا في الفترة القادمة بنوع من القروض ومش هنقدر نحولها لان احنا نبقى دولة ممكن تكون عبارة عن ساحة متروكة لاي حد في اي لحظة يخش عشان يقتنس البلد باي حاجة في اهزة لان يوصمع وبالتالي احنا بنقول لين ولينا ومش لينا بس نحن من المواطنين نحن من الشعب المصر ولكن بنقول احنا نحتاج الى جزء من الصبر ونحتاج لجزء من التحمل والوعي التلاتة مرتبطين ببعض صبر تحمل ووعي صبر عشان احنا قدرنا نحن نكون في هذه المرحلة وقدرنا ان احنا يكون عندنا نوع من الحرمان ويكون عندنا نوع بداية التقشف وده مش حاجة جديدة علينا كتاريخ مصر دي موجودة طب دكتور التقشف معناها انه ممكن يجي بعديه رفاهية او تقشف بناءا على ظروف او بناءا على ان انا عايز اعمل ده لكن بالنسبة لفكرة وجود الضريبة رفع الدعم عن الطاقة وصورا الى بعد ثلاث سنوات انه يبقى مش يبقى فيه هيترفع الدعم عن الطاقة بوجه عام يعني طب ما اللي بيغلى مش هيرخص الخطة اللي انت وضعتها ومخليها الكهرباء غالية او الغاز غالي مش هينفع تتراجع فيها تاني خلاص لان هي بتسدي لك جانب معين وانت تعودت كدولة او كحكومة انه ده بيسدي لك الجانب ده طب انا كمواطن هتم التعامل معايا ازاي او افهم ده ازاي هل انت متصور ان استباقات الحكومة انها هترفع بس سقف رفع الاسعار ومش فارق برضه اللي يحصل معه والشكل العام ومتوسطات الدخول بتاع الناس والحالة العامة بتاعتناها شكل ازاي لا هناك دراسة كاملة وانا مش بقولك انا متأكد من خلال كل اللي انا شايفه من خلال كل صانياء القرار من خلال كل تصريحاتهم انا بتقلي الان اكثر صراحية مما قبل ده نقطة خطيرة جدا نقطة رقم اتنين هم يعود تماما ان الشريحة الكبيرة اللي يتصل الى اكثر من 75% من الشعب المصري هم الشريحة اللي هي مش قادرة تتماشى حتى مع اتفاع الاسعار ومعدلات الدخول اللي احنا مناخدها في مصر وبالتالي احنا ثقافتنا كانت وقفة عنه اول ما اجي اجي المس زيادة اسعار انا ابقى عندي رد الفعل الحاضر والمباشر لا يبقى الكلام ده مش ممكن يبقى الكلام ده لا يبقى الحكومة دي مش هتنفع ومش هتستمر ما فيش منطقية اقتصادية في العالم وبص عليها من وليه اي دول شوف روسيا من 2006 من 2006 روسيا اللي كان بتحتاج معونات خارجية بنتكلم على 2014-2013 احتاجت تأديه احتاجت فترة زمنية بنتكلم على روسيا اللي كان ما عندهش كانت حتى معدلات المحاصيل الزراعية بتاعتها زي الامح وزي المحاصيل الزراعية بتاعتها كانت بتستوردها في جزء من الخارج الآن روسيا عندها سلت غذاء وتورد للعالم كل اذا الفترة الزمنية ايس عليها ده مثل لروسيا ايس عليها مثل لدولة اسيوية زي اندونيسيا ايس عليها مثل لدولة اوروبية وبكلمك على الميكيال والمخص بتاعتها في المانيا انا مش هقدر اقاري نفسي بالمانيا لكن انا بتكلم على المانيا وقت ما حصل فيها نوع من الاتحادية الالمانية وعشان توصل بنوع بكل المنتج بتاعتها وبالدخول بتاعت الناس بتاعتها احتاجت فترة زمنية اذا لابد ان الصبر بتاعنا يتماشى مع الفترة الزمنية دي نمرت واحد الحاجة المهمة تانية برضو ان الحكومة وضع سقف لمنولية الرفع الدعم لان انت محتاج دلوقتي تخش مستشفى تلاقي فيها حاجة محتاج تخش للفصل بتاع المدرسة تلاقي فيه تاختة وتلاقي فيه بشارة وتلاقي فيه صبورة عشان اعمل كل الحاجات دي كلها مش هقدر استمر برضو بميزانية موازنة التعليم محدودة وعمال اخد منها وكل منها في مقابل ملف الدعم الحكومي بتالي المواطن الان هو ممكن يلاقي حاجة تقدر تتماشى مع مع المعاناة اللي هيبدأ يشوفها في الاسعار لكن ممكن يلاقي حاجة في التعليم ممكن يلاقي حاجة في الصحة ممكن يلاقي حاجة في اشياء كثيرة اذا من وليد ثقافة تقبل المواطن لبداية تحريك الاسعار اللي احنا بقالنا اكثر من عشر سنوات لم نتقبلها ولم نرضى بها وبينكسر حكومات كتيرة ولم نتقبلش اي حاجة من اي حد عشان كلمة اول ما يرفع الاسعار لا احنا مش قادرين الواضح في الحكومة انه مش يرفع الاسعار بالدرجة الاولى قد ما هي من ولية الطاقة طيب ليه بقى الطاقة الطاقة لانها وكلة جزء كبير من الدعم لو انت قلت للطاقة الطاقة بتاكل من الدعم لو انا قلت بالارقام 184 مليار جنيه مصري من قيم الدعم على السلع الدعم الحكومي كله بنكلم على حوالي 287 مليار جنيه مصري شوف انت النسبة كبيرة قدية طيب لو رحت للشريحة دي كلها وحاولت مش تفصل فيها انت الناس برضه عشان تستوى تحريك الاسعار تحريك هيكون طفيف واظن ان الكلام ده طرح في كل الجراد الفترة السابقة طيب ايه بقى بمنهجية السوق منهجية السوق احنا عندنا مشاكل كتير في الشريحة بتاعة الدعم شريحة الدعم بتاعة الحكومة شريحة جزء اكبر للطاقة الشريحة التانية جزء خاص برغيف العيش جزء خاص بالسلعة التموينية جزء خاص كمان بموضوع الكهرباء هتلاقي ان الاربع شريح دولت جزء كبير جدا من الدعم الحكومي ديف عليه اجزاء كتير جدا من دعم الطالف التعليم ديف عليه جزء كبير جدا من دعم الصحة نفسه هذه الاجزاء انت بتحاول تعيد ترتبها وبتحفظ على السقف بتاعها ترتبها لازم يتقبله مش لازم بلاش لازم عشان ما حدش يزعي لازم احنا كمواطنين نستوعبه طالما فيه نوع من الارقام وشفافية الحوار وخروج رئيس الدولة بما فيه فريق عمل الحكومة كله قدام الرأي العام بيتكلم بالارقام وبيحاول يفهم الجمهور ايه اللي حاصل طيب حركة الاسعار دي كلها لو هي حركة طفيفة هي مقبولة من السوق طيب هل مقبولة وفيها نوع من الجغرافية اه يعني ما ينفعش مستوى الدخول اللي موجود في قبلي مثلا هساوي برفع الاسعار كلها في كل حتة وبالتالي المنهجات بتاعتها انا هرفع او رفع الاسعار في الفترة القادمة هي مجمل عدد من القروش على اسعار الطاقة وخاصة اسعار الوقود الاربع واسعار السلعة الرئيسية وهي سلعة الكهرباء الكهرباء دلوقت الشراح بتاعتها مفتوحة مش مفتوحة وبس ياريت مفتوحة وفي نوع من التحدد دي لا دي مفتوحة وسقف الاستهلاك مفتوح فكان لابد من اعادة ترتيب الشراح بتاعتها مش هينفع اللي بيستهلك 2000 كيلو وات زي فكرة العداد مثلا يا فندم يعني العشرة في المية العشرة حاجة الاربعين وات حاجة تمام الشراحنا اقول لا لا ولكن انا بكلم على منهجات السقافة دلوقت احنا لو انا رحت وقلت في الجرائد سوف ترفع الاسعار الناس بكرة السبعة تقول لا 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 احنا مش متقبلين بس برضو النسبة الصغيرة واللي انا اتقبلها لازم المواطن يستوعب ان انا عشان بخصب منه فيتزيد عنده نسبة التوجيه يعني ايه نسبة الحرص الاول كان بيفتح الكهرباء في الشراء وعمل كل حاجة زي ما هو عايزها طالما بيتخسم الان من دخله هيبدأ عنده نوع من الايه التحذير او نوع من ترتيب اقول ايه اقول ايه ان انا مش عقاب ولكن نوع من التوجيه الصح عشان اقوله الكهرباء ما تستهلكش بهذه الطريقة لو عندك عشان لمبات لا اخليهم اتنين اذا هذه النوعية لو بتاخد مئة لتر لا اخليهم خمسين لو بتاخد ثلاث انابيب وتجاز لا اخليهم انبوبة يعني هذه المنوالية طالما بتوفر له في الدخل فتزود له نسبة تعامله مع السلعة نفسه وبالتالي يحصل نوع من الترشيد لان الترشيد بالنسبة لن يكون خلال ثقافة التلفزيون ولن يكون خلال المجلدات ولا المنشطات ولا الابحاث العلمية هي محتاجة نوع من الترشيد الموجه الموجه اللي بيأثر في الشرع تماما دلوقت انه لازم يحسبها زي ما بياخد تلتمية جنيه يبقى حساباته هتكون الان اللي هيكل من التلتمية جنيه قد ايه لو هو بيروح يدي البنزيل العربية مثلا مية جنيه في الشهر فدلوقت هيبقى عنده نوع من التقنية المشاور بتاعته يبقى في نوع من التقنية وفي نفس الوقت هيقدر يوفر المشاور بتاعته او المسافات اذا نوع الترشيد الموجه اللي انا بخلي الشرع دلوقت وبوجهه الى انه لازم نعمل الكلام ده طبعا المستوى الكبير بقى يبقى انا دلوقت وجهت الاسعار بتوجيه الجمهور الجمهور بقى عشان يتقبل هذا الموضوع الشعب المصري عشان يتقبل هذا الموضوع لازم اقول له انت رايح فين الفترة القادمة والفترة القادمة عشان يأما يجلنا جزء من التمأنينة وان احنا راحين لخطوات تركيزية واهداف معينة عشان الاقتصاد ينتعش وفي خلال فترات زمانية اللي مش ممكن يكون سقف مفتوح احنا بتزيد سكافة سكانية عملة تزيد المتطلبات بتاعتنا الدروية بتزيد يوم في يوم خلي بالك هناك كثير من الاشياء اللي بتخلي المواطن نفسه يتقبل انه ماشي في المرحلة احنا تقبلنا المرحلة المصارحة مثلا من ضمنها يعني دي اساسية المصارحة مع تآلف الشعب في انه يوصل هذا الهدف وبتهالي احنا التقل وتحقيق حاجات على الارض يعني المواطن يلمس فيه تغيرها تثبت الفقر بتقل المرات العشوائية بدأ بدأ فيه تغير فيها يعني نقل السكان المرات العشوائية الاهتمام بالحالة الاجتماعية للمواطنين حاجات دي كلها بالطبع لو لو تم الاهتمام بيها او بدأ يظهر منها اي بوادر اكيد المواطن ما يحس بيها هو من نفسه يزود عنده الحس الوطني واكيد هو موجود فيه بس هيزيد يعني وده مرتبط بخطة استثمارات عشان تعمل تنشيط وتخلي الناس كلها عشان تقضي على الفقر لازم تاكل من البطالة تاكل من البطالة يبقى العائد يعيد على الأسر يقلل نسبة الفقر عشان تشغل جزء من البطارة تدخ شوية استثمارات عشان تدخ شوية استثمارات لازم تعمل نوع من السقة ما بيداخل مصر وخارج مصر أن الأمن في ربوع مصر مستتب 100% عندما يكون هناك 100% هذه النقطة تساوي دخل استثمارات داخلية بالدرجة الأولى وبعدين استثمارات خارجية بالدرجة الثانية وبعد كده كل ما تكون الاستثمارات ودخوا أكتر تركيز الناس أكتر يزيد في الإنتاج طبيعي ده المعادلة الطبيعية وبالتالي كل اللي حاجة بتقوله عشوائيات وقضاء على بطالة وقضاء على فقر ودفع زيادة إنتاج كل هذه الأشياء مرتبطة زي ما قلت لك حل تقبل إحنا كمصريين بإن إحنا نصنع نفسنا بنفسنا ولا حنستنى إن يبقى بنستحل إن حد يكذب علينا مش هينفع نستحل إنه يكذب حد علينا لإن مش هينفع أولادنا وأجيالنا القادمة إن إحنا كمان نخليها مكبلين والمدنية على تزيدها نحن نخدعناهم كمان لو سبناهم يقف في ورطة زي دي أو في مشكلة زي يعني لازم في النهاية يا فندم كلنا نتعاون ونتكتف مع بعض أبناء الوطن كلهم يبقى في حد بيزي ما حدك قلت بيوجه أو بيفهم أو بيعرض بكل صراحة وشفافية إلا مصر وصلت له لغاية دلوقتي من خلال مشاركتكم ومساهمتكم بقى في توضيح إن المصريين كمان لهم دور في مساعدة الدولة عشان كده أنا أنادي إنه يكون من ممثل الوزارة زي ما فيه متحدث رسمي باسم الوزارة نفسه لابد أن يكون هناك لقاءة دورية من خلال شاشات التلفزيون وكمان شاشات الفضائية عشان نبسط للناس وما ندخلش الناس في أرقام وانتعرف الناس ما يهمهاش الاقتصاد بكل برمكتوب بكل كتب بكل مجلدات ما ينفعش إحنا عايزين نبسط للناس أسلوب يقدر فيه يستوعب تماما هو يقبل السير في هذا الاتجاه قد تكون هناك حاجات كتير جدا هتوعقنا قد لا يتقبلها من قبل لابد أن يتقبلها خلي بالك شعب المصري لو تشرح له يتقبل وهيبقى بالعكس إيجابيا أكثر مما يتصورها احنا في ختم الحلقة بنشكر حراك دكتور جمال القليوبي أستاذ الطاقة بالجامعة الأمريكية ورئيس مركز المستقبل للدراسات السياسية والاقتصادية شكرا لكم مشاهدين الكرام على متابعة هذه الحلقة من اتجاهات إلى اللقاء